اشتركوا في القناة جاء ذلك بمناسبة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية منتدى المؤسسة بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها والذي أقيم تحت رعاية وحضور سموه تحت شعار استراتيجية العمل الإنساني في ظل واقع العولمة والتحديات الاقتصادية والتحول الرغمي بمشاركة عربية وخليجية وحضور متنوع من المهتمين في العمل الخيري والإنساني وأكد سموه أن مملكة البحرين تكتسب سمعة طيبة وتاريخا عريقا في مسيرة العمل الإنساني وخطت خطوات متميزة في هذا المجال من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وخبراتها الطويلة واحترافيتها في إيصال الخدمات والرعاية لكافة المستفيدين من خدماتها بنحو يضمن لهم العيش الكريم وحفظ كرامتهم ومن جانبه تقدم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدة الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على الرعاية الأبوية الحانية لأيتام البحرين واهتمام جلالته بالعمل الإنساني والارتقاء بالمسيرة الخيرية مثمنا دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمسيرة الخير للمؤسسة وخلال الحفل ألقى فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كلمة تناول فيها المرحلة التأسيسية ودور جلالة الملك المفدة في توفير كافة أشكال الرعاية والاهتمام للأيتام كما ألقى السيد خالد خليفة ممثل مفوضية سامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية ومنظمات الأمم المتحدة مشيدا بتجربة البحرين في هذا المجال بعدها دشنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خدمة التقديم الإلكتروني لطلبات الأرامل والأيتام بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتضمنت الجلسة الأولى في المنتدى محور العولمة والعمل الإنساني وأتم التطرق خلالها إلى دور تقنية المعلومات والتحول الرقمي في تعاملات المؤسسات الملكية في نشر المعايير الدولية للعمل الإنساني وتعزيز التنمية المستدامة أما محور التحديات الاقتصادية فقد تناولت الاستجابة لاحتياجات العمل الإنساني في ظل الركود الاقتصادي عالميا وكيفية وضع خطط تنموية فعالة في ظل استدامة أوضاع الأزمات تحدث خلالها سعادة محمد حاجي خوريا المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل انهيان للأعمال الإنسانية عن دور المغفور له بإذن الله تعالى اسمه الشيخ زايد من سلطان آل انهيان طعب الله ثراه وتأثيره على السلام العالمي فيما أشار سعادة الدكتور وليد المانع إلى دور الفريق الوطني وحملة فينا خير ومتطوعي في جهود مكافحة وتخفيف من أثار جائحة كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة